المسألة الأولى ما الموقف من الذي يحدث للإخوان سواء حرق مقرات الإخوان أو قتل بعض الإخوان يعني بعض الإخوان حرق وحي لا تقل في برما ولكن وانا في مصر يعني هناك رأيت بعيني تلك أحد الإخوان يحترق ومات يعني مات محترقا والآخر ضرب بطلق ناري فقتل فهناك مثل هذا الأمر كثير حتى عندنا هنا في المنصورة تم إحراق مقر الإخوان بالمحلات التي تحته يعني وهذا أمر يعني عجيب يعني الذين يقولون نحن نريد أن نؤسس الأحزاب حتى يعني نحكم البلاد ولما نحكم البلاد نطبق الشريعة سبحان الله الإخوان حكموا البلاد وكان مشروعهم تطبيق الشريعة وكان مشروعهم تطبيق الشريعة وكان يقولون ذلك بل إن الإخوان كانوا يرفعون شعار الإسلام والحل من سنة 1995 منذ تحالف الإخوان مع حزب العمل وهم يرفعون شعار الإسلام والحل شرع الله عز وجل كذا وهذا والشعار الإسلام والحل شرع الله عز وجل وعندما وصلوا إذا الحكم ما الذي حدث الذي حدث أنهم قدموا تنازلات أنهم أحدثوا التوافقات من أجل إرضاء الخلق ما الذي ترتب على ذلك صلى الله تعالى عليهم المجرمين ما رأينا في العالم رئيس جمهورية أضعف من رئيس جمهوريتنا سبحان الله لدرجة أن المجرمين المجرمين الثوار هؤلاء يأتون بالبذوزرات ويربطون أبواب القصر الجمهوري ويشدون أبواب القصر الجمهوري تعيين حسن مبارك قبل القصر الجمهوري بتأتى أربعة كيلو الدبان الطائرة في الجو ما بتمشيش الدبان اللي طائرة دي بيضربوها القناص يضربوها يعني لو دبان طائرة القناص يضربها يوقعها من يدر جايزة الدبانة دي توصل قصر الجمهوري ويبا تحت جنحها مادة سمة ممكن الله ممكن إيش ممكن 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 الآن يجترئوا حتى أنهم يشدوا أبواب القصر طبعا دي مسألة تدل على ماذا تدل على صدق ما كنا ننادي به ليس الأمر أن تحكم البلاد ولكن الأمر أن تحكم ماذا العباد الأمر أن تحكم العباد فإذا حكمت العباد حكمت البلاد ولذلك قالوا بأن العلماء أعظم سلطانا من الأمراء لماذا لأن الأمراء يحكمون البلاد والعلماء يحكمون ماذا العباد دي مسألة مهمة جدا نحن لسنا طلاب حكم لسنا طلاب سلطة نحن نريد أن يصلح الناس بدين الله عز وجل وأن يجتمعوا على دين الله عز وجل فإذا نظر الله تعالى إليه وأثاء علينا بحكم البلاد فضلا منه وابتلاء فهذا أمر لا نرده النكارة شديدة واعتقادنا أن نعلى الإخواني أفضل عندنا وأحب من أمة من هؤلاء العلمانيين يعني لو جبنا أمة من العلمانيين فإن نعلى الإخواني أحب إلينا وأفضل وعندما أقول ذلك ليس معنى أنني راض عن التوجه الإخواني أرجو أن تنتبهوا جيدا ولكن لا يجوز ولا نرضى أن يمس إخواننا وإن كنا نخالفهم في الرأي والمنهج أن يمسوا بسوء هذا دين الله الذي تربينا عليه ونحبه إخواننا من السلفين الديمقراطيين سمحهم الله لنحب لهم السوء ولو مسهم سوء سنكون من أشد الناس حزنا على ما مسهم فإياكم أن تظنوا أن المخالفة تؤدي إلى ماذا تؤدي إلى كره الإنسان وإلحاق الأذى به والرضا وعما يقع عليه من المصايب والبلاية هذا أمر غير صحيح لحن لا يمكن أبدا أن نكون شمتين في أحد مع مخالفتنا الشديد لكل مناهج الديمقراطية إخوانية أو سلفية أو كفرية علمانية نحن لا نرضى عن هذا جميعا نصل الله تعالى أن يرحم إخواننا الذين قتلوا وأن يهدينا للخير والطريق المستقيم لكن هل يجوز لنا أن نخرج كي نحمي مقارات الإخوان ونمنع من هذا الأمر بعض المشايخ حث بعض الإخوة على هذا الأمر وقال هذا مصره ولابد من القيام بذلك وما إلى ذلك لا لماذا الإخوان أنفسهم لم يفعلوا ذلك الإخوان أنفسهم لم يفعلوا ذلك الإخوان عندهم قدرة أن يمسحوا من على وجه الأرض كل هؤلاء المخالفين عندهم قدرة عندهم شباب وعندهم إمكانيات يستطيعوا بالفعل أن يؤدبوا هؤلاء المرقة هؤلاء المجرمين وأن يطهروا البلاد منهم لكن لماذا لم يفعلوا أنا لا أدافع عن أحد ولكن هذه حقيقة موجودة لأن المقصود مما يحدث هو بالمصالح البلدي جر شكل عاوزين يجرم رجل الإخوان للشكل عشان تحدث هناك مقتلة فلما تحدث مقتلة حاجة من اتنين إما ينزل الجيش ويقضي على حكم الإخوان ولصالح من أنا مش هتكلم وإما أن تأتي القوات الأجنبية من أجل المحافظة على الأقليات الموجودة في مصر وحماية الأقليات وعندها يتم تقسيم مصر ده موجود وده موجود ولذلك الإخوان بيتأتلوا تحرم مقارتهم وهم ما بيضاروش يعملهم أي شيء طبعاً ده يا أخوانا هل ده يسمى تمكين ده يسمى تمكين لأن بعض الإخوة يقولك إن إحنا بفضل الله مع من الحزب الدعوة ممكن لها وأصبحنا ممكنين ممكنين الأخ ده بيتكلم في الزمن ولا خارج الزمن بيتكلم عن المجتمع بتاعنا ولا بيتكلم هناك عن زئير وجنوب إفريقيا التمكين كما قلت أن تحدث ما تريد دون اعتراض ده تمكين لما الأب في البيت يقول أنا عاوز الأنتريه يبقى في الصالة وعاوز الكلبة اللي في الصالة تخش في قضوة النوم يتقلوا حاضر يبقى الأب ده ممكن لكن الأب لو قال أنا عاوز كباية مياة شربها ما فيش حد يجيب له كباية مياة شربها يا ابني ولا حد يرد عليه يا بنتي يا ستي ولا حد يسأل فيه ولا عضر يبقى الراجل ده ممكن في بيته شو ممكن ده غير ممكن فالتمكين أن تحدث ما تريد دون اعتراض دون اعتراض هل الإخوان مع أنهم رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومعظم الوزراء وكثير من المحافظين والمسؤولين هل هم ممكنون في مصر غير ممكن في مصر تلأول مرة حد اتجاه اسلامي يتم حرق بهذه الصورة وبالتالي نحل أن نشجع أبدا أن يقوم الإخوة بحماية المقرات أو نحو من ذلك لما قد يترتب على ذلك من الفساد العريض لأن أنت مش ممكن تدفع مفسدة علشان تجر مفسدة أعظم من ذلك وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد هذا هو